أسعدتم أوقات أيها المفكرون الصغار نحن الآن بصدد التحدث عن المحور الثاني وهو بعنوان نتشارك الكوكب يتحدث المحور بشكل عام عن كنفية البحث في الحقوق والمسؤوليات في صراع البشر التائم لتقاسم موارد الكوكب المحدودة مع الآخرين ومع الكائنات الحية الأخرى والمجتمعات والعلاقات داخلها وبينها وتكافؤ الفرص والسلام وحل النزاعات ستكون الجزئية الخاصة بمرحلة رياض الأطفال الرودة الثانية هي التي تتحدث عن تقاسم الموارد المحدودة مع الآخرين ومع الكائنات الحية الأخرى حيث سيتم تغطية جميع ما يختص بالفكرة المركزية من فهم الخصائص والعلاقات بين الكائنات الحية وعن أهمية التعايش والاعتماد المتبادل وضرورتهم وذلك لضمان استمراريتهم والإبحار في أعماق خطوط البحث لفهم خصائص النباتات والحيوانات وذلك باستخدام عدسة المفهوم الرئيسي الشكل وعلينا أيضا فهم العلاقات بين الإنسان والحيوان والنبات وتمييز أنواع هذه العلاقات وسيتم التركيز على علاقة الاعتماد المتبادل بين الكائنات الحية وعن أهمية علاقة الاعتماد بين الكائنات الحية على استمراريتهم وذلك باستخدام عدسة المفهوم الرئيسي الارتباط وسنتحدث أيضا عن أوجه التجابة والاختلاف بين الكائنات الحية ويتوقع منك كمتعلم للبكالوريا الدولية بعد انتهاء محور نتشارك الكوكب أن تحقق العديد من النتاجات في العديد من المهارات كمهارة القراءة يتوقع منك عزيز المفكر أن تكون قادرا على قراءة الحروف الهجائية وتمييز اسم الحرف وصوت الحرف وأيضا قراءة الحروف مع المدود القصيرة الفتحة والضمة والكسرة والمدود الطويلة أيضا الألف والواو واليا ويتوقع منك قراءة كلمات بسيطة ثلاثية أو رباعية والإجابة عن أسئلة الفهم والاستيعاب الخاصة بالنص المقروء أما عن نتجات مهارة الاستماع يتوقع منك عزيز المتأمل أن تتحلى بمهارة الاستماع النشط وذلك من خلال الاستماع الفعال وأن تجيب بعد ذلك على الأسئلة الخاصة بالمادة الصوتية المسموعة ويتوقع منك تعلم المفردات والكلمات الجديدة واستخدام الإيماءات والأفعال ولغة الجسد والكلمات لإيصال احتياجاتك والتعبير عما يجول في ذهنك أما بالنسبة لنتجات مهارة الكتابة المتوقع منك التمكن منها هي استخدامك للقلم بشكل صحيح كتابة الحروف المنفصلة والحروف مع المدود القصيرة الفتحة والضمة والكسرة والحروف مع المد الطويل ألف، واو، يا، بالشكل والاتجاه الصحيحين وبالانتقال إلى نتجات المحادثة المتوقع منك تحقيقها هي استخدامك لكلمات وجمل بسيطة وعليك تطبيق آداب الاستماع والحديث وإعادة سرد القصص بلغتك الخاصة وبلغة سليمة قدر الإمكان أما عن التكامل، سيتم تكامل اللغة العربية مع وحدة البحث نتشارك الكوكب من خلال طرح مجموعة من النصوص والقصص باللغة العربية التي توضح لنا كيفية المشاركة في المصادر المحدودة مع البشر الآخرين ومع الكائنات الحية والمواد الفيلمية التي توضح خصائص النباتات والحيوانات وطبيعة العلاقات بين الإنسان والحيوان والنبات وستقومون بفهم تأثير علاقة الاعتماد المتبادل بين الكائنات الحية على الاستمراريتهم في الحياة وهذا ما يتفق مع خطوط البحث لمحور نتشارك الكوكب بداية سيتم التطرق إلى العديد من النصوص التي تتحدث عن الكائنات الحية الإنسان الحيوان النبات وغير الحية الجمادات حيث ستوضح هذه النصوص خصائص الكائنات الحية وغير الحية الجمادات والفرق بينهم وتوضح طبيعة العلاقة بينهم وكيف تعتمد بعضها على بعض لتستمر بالحياة كما سيتم مشاهدة القصص المصورة المتنوعة ونمتجة قراءتها أمام المتعلمين حيث ستقومون بدوركم كمتعلمين للبكرورية الدولية بالاستماع وقراءة القصص المصورة وإعادة سردها بأسلوبكم الخاص وبلغة عربية سلما قدر الإمكان وستقومون أيضا باستخراج المفردات الجديدة وتوظيفها في جمل ذات معنى التي بدورها تساعدكم على تطوير مهارة المحادثة عندكم كما سيتم طرح سؤال بحثي عن الكائنات الحية وغير الحية وطبيعة العلاقة بينهم وتحديدا علاقة الاعتماد المتمادل ما بينهم حيث سيتم استخدام العديد من المصادر المتنوعة الكتب، القصص، الألعاب الإلكترونية، الأغاني والمواد الفيلمية وغيرها من المصادر ذات العلاقة سيتم استخدام العديد من الاستراتيجيات التعليمية كاستخدام استراتيجية التصفيق لمهارة القراءة وذلك بقيامك بالتصفيق مرة واحدة كلما سمعت أو قرأت كلمة تحتوي في صوت اسمها على حرف الأسبوع الذي تقوم بتعلمه واستخدام استراتيجية حلقة الأدب لمهارة المشاهدة والعرب وذلك من خلال العمل ضمن مجموعات صغيرة تقوم خلالها وبعد قراءة القصة وإعادة سردها بأسلوبك الخاص الانضمام إلى حلقة الأدب لتقوم بإعادة ترتيب تسلسل أحداث القصة وتقوم مجموعة أخرى لحلقة الأدب بالتعبير بالرسم عن عنوان القصة شخصياتها، زمانها، مكانها عن الحبكة أو العقدة وأخيرا عن نهاية القصة ثم تقوم المجموعة بمناقشة ما تم رسمه ليتم تبادل المعرفة فيما بينكم وأيضا عليك استخدام استراتيجية الاستماع والتحدث الفعال القصة وذلك من خلال استماعك إلى القصة المناسبة لخصائصك النمائية ضمن بيئة تعليمية آمنة وبعيدة عن أي تشويش لرفع درجة تركيز الاستماع لديك بعد ذلك تقوم الإجابة على أسئلة الفهم والاستيعاب التي تطرحها المعلمة عليك فتتحدث بأسلوبك الخاص وبحسب فهمك للنص المسموع أما بالنسبة للمهارات المستخدمة في محور نتشارك الكوكب والتي عليك التركيز عليها هي المهارات التواصلية فستكون متواصل من خلال استماعك وتحدثك وقراءتك وكتابتك واستخدامك أيضا للغة الجسد ومشاركتك للمعلومات والأفكار أما عن مهارات التفكير ستستخدم مهارات التفكير عندما تستخدم التفكير بالمواضيع بأسلوب النقدي وإبداعي وأن تقوم بتحليل المعرفة التي حصلت عليها وتقييمها وأن تعرف كيف تتعلم بشكل أفضل وتأملك في عملية تعلمك وستكون لديك المهارات الاجتماعية عندما تبني العلاقات الاجتماعية الإيجابية مع الآخرين وأن تكون متعاونا وتظهر الذكاء العاطفي والوعي الاجتماعي وعليك أيضا أن تكون قادرا على تحمل المسؤولية وقادرا على حل الخلافات أما بالنسبة للمهارة إدارة الذات عليك أن تكون قادرا على تنظيم نفسك ووقتك وأن تحافظ على سلامتك وأن تسلك السلوك الجيد وأن تتحكم بحركات جسمك وتعرف كيف تحافظ على صحتك العقلية والبدنية وآخر مهارة عليك ممارستها هي المهارات البحثية وذلك من خلال ملاحظاتك البناءة وترحك للأسئلة الواعية وجمعك للمعلومات والبيانات وعرضك للنتائج التي توصلت إليها وفهمك لتقنية المعلومات وتمييزك للاستخدام الأخلاقي في الوسائل الإعلامية وفي نهاية هذا المحور سوف تقوم عزيز المفكر بعمل مشروع نهاية المحور وهو عبارة عن قيامك بالعمل الجماعي ضمن مجموعات صغيرة فستقوم هذه المجموعات بتصنيف الكائنات إلى كائنات حية وكائنات غير حية أي الجمادات مستخدماً استراتيجية التصنيف وستراتيجية العمل التشاركي هذا كل ما لدينا في محور نتشارك الكوكب وإلى اللقاء في المحور القادم أسعدتم أوقاتاً